ابراهيم اول ظهور لنا او ظهور في قناة بعد بطولة الكونفادرالية فما فيش شك ان لازم اخد رأيي كابت النصر ابراهيم على البطولة دي واهميتها ايه عن الفترة اللي فاتت وممكن تبقى بالنسبة لنا نقطة دفع الايه طبعا دي بطولة بطولة عايزة اقولك بطولة جميلة اوي اوي جاية في وقت كويس اوي اوي الناس كانت متعطشة واحنا شوفنا الجمهير الحاجة برضو اللي عايزة اقولها قبل منسة الناس زمالك هيبقى هو الوحيد اللي خدها في مصر مرتين الاولي 2019 و2024 اه 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 برضو عشان تذكر برضو بالتاريخ بعد كده ابيش حد ينسى اه طبعا كانت حاجة كويسة وزي ما انت شايف الجمهور كان متعطش دي الظروف اللي كانت مر بيها اناد الزمالك وابطولة كنا كلنا مستنيينة وهي دي الفتحة او الامل اللي جاية ان شاء الله للبطولات اللي جاية والماتشات وزي ما شوفنا الصفقات واللعيبة الجديدة مع اللعيبة القديمة كل دي بنبني عليها بمناسبة البطولة اللي فاتت دي فرحة الجماهير فرحة اللعيبة فرحة اقولك ايه الناس كلها كانت فرحانة والحاجة الجميلة طبعا الجمهور اللي انا شفته ده حقيقي انا شفته قبل كده يعني متعود عليه بس الناس عشان تعرف جمهور الناس زمالك كتير قد ايه غير الناس اللي كانت برا غير الناس اللي كانت في الدول العربية الدول الافراقية حقيقي ان جمهور الناس زمالك كبير قوي قوي يعني دايما الناس بتقولك فين جمهور الناس زمالك لا جمهور الناس زمالك كبير وبيشجع وبحب فانلته وبحب نديه ونتمنى ان احنا نسعده دايما على طول فكانت فرحة ما بقى فرحة كبيرة اوى او لا لا مش مش سهلة يعني فرحة جميلة والحمد لله كسبنا الماتشو كنا عادين على عصبنا لكن الحمد لله كسبنا البطولة خير ان شاء الله يا رب ليس قالت عليك السؤال ده يمكن حتى لو بعد اسبوع تقريبا من البطولة علشان فرصة ان انا اقول انا ممكن استفيد ايه ما بعد البطولة كانت الظروف صعبة فما فيش شك ان البطولة دي ممكن تبقى خطوة او حجر اساس او الخطوة مهمة نقدر نبني عليها استغلها ازاي لان البعض شايف ان انت خلط حلقة الملف الدوري هل الدوري انتهى لأ طب اربط ازاي من البطولة وان انت وصلت الحالة جميلة من انسجام وقتدت اللعبة تعود على فكرة البطولة بشكل عام والوحدة وانك ثقة بين الجماهير ومستر جزيج وميز وانا الوقتي بعيد في ترتيبي في الجدول الدوري ممتاز يعني انا هتكلم مع الدوري بعد كده بس انا بتكلم في النقطة ان دي اديت ثقة البطولة دي ثقة كبيرة اولا مستر جميز تشكليات وتغييرات كانت الناس بتتكلم وقلق كتير نعرضك دي الثقة لمستر جميز ان هو يصرف ويشتغل زي ما احنا زي ما هو عايز دي حاجة الحاجة التانية اللعيبة الجديدة طبعا الناس صفقات ومسصفقات كلمة الصفقات دايما اللي بتتعب ها لا الصفقات لعيبة كويسة وانا قلت قبل كده انها ده لعيبة كويسة بس عايزين فترة وقت وقلق بلك ده برضو حيساعد الفترة اللعيبة اللي جاية دي وزي ما انت شايف اللعيبة كتيرة قلق بلك ازا حتكت ها حتى ازا توقف في الجديدة حيبقى عندك مكان او مكانين بس يعني ما اعتقد لكن عندك كل الاماكن يعني اه وحشرح لك برضو في لعيبة صغيرة اه الحاجة المهمة ان البطولة دي حتبق اه يعني هنستسميرها في حاجات كتير قوي الصفقات الجديدة دي زي ما انت شايف ابتدت استقرار النادي الناس بقت مرتاحة الناس مش بيستعجلك برضو دلوقتي انت عارف النادي زي ما لك عايز زي ما انت بتقول بطولات 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 اما بوضوع الدوري من وضوع الدوري لن ينتهي انا بقولها لك بصراحة ويمكن من سنتين ثلاثة لو تتذكر يا ابو العيلة وانا قاعد معاك هنا واحنا بنتفرج على ماتش البسكت وكان فيه ماتش دوري في نفس اليوم والبسكت كسب البطولة في اخر خمز زي وكان انا عادت اتفرج عليهم العصري وحولت على الدوري العام كان فيه فرق تمن تسع ماتشات ما تلعبوش ممكن المنافس لو كان كسب ماتشين ثلاثة كان خد الدوري وكان كله يائس انا قلتلك لا انا ما شفت ماتش البسكت اداني ثقة ان زي ما لك هياخد الدوري حتى بتقولي الدوري مين قلتلك الدوري للقورة وخدناها فدي ما فيهاش قرة القدم وانت لعيب طبعا ولعيب قديم مفيش حاجة في قرة القدم مستحيل دوري لسه لسه زي ما انت بتقول 17 مباراة دور كامل دور كامل انا بس كل اللي يهمني حاجة واحدة ايه هي ان اللعبة ما تفكرش في حاجة تفكر في كل مباراة على حدة يعني لازم حقيقة عشان انا افكر ان ربنا يكرمنا في النهاية ممكن ناخد الدوري لازم العب كل مباراة لوحدها ان انا باخد التلاتة بنت ما تغزلش ما تعدلش في ماتشات ما لهاش لازمة يعني حاجات دي مهمة طبعا والتوفيق بتاع ربنا فالدوري لسه في الملعب